النهاردة شقيق ياسمين أعلن أنها خرجت من العناء المركزة وبيقول يدعو لها يا برضو لا تزال حالة خطيرة ونفس الحكاية زوجها أحمد العودي كتب نفس الكلام وقال أن وهي خرجت من العناء المركزة الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ومحتاج عملياتكم اللي أنا عرفته أنها خرجت من العناء المركزة وأنها بدأت تفيق من الغيبوبة وأخوها برضو وائل عبعيز قال وجه الشكر لرئيس عفتاح السيسي لإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لشقيقته لا تعرض لأزمة الصحية خطيرة وقال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشكر سيادة الرئيس الجمهورية السيادة عفتاح السيسي والد كل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية أملي من الله الشفاء العاجل دعوتكم يبدو أنه ده عمل برضو ردود أفعال الناس بدأت تتكلم يعني طب لو الخطأ الطبي ده تكرر مع ناس تانيين طيب إحنا نضمن من زي نحن نحاسب الأطباء دول أنا كنت أتمنى أن قابط الأطباء تطلع بياني النهاردة خصوصا أن عمليات الأخطاء الطبية تكررت خلال الأوانة الأخيرة الأخطاء الطبية في العالم كله موجودة بالمناسبة يبدو بقالها نسبة ربما تكون علشان برضو يسمين نجمة فده تم تسليط الدوق عليها أكتر من الحالات التانية لكن في حالات العودي قال أنه بطلب الدعوات وأنه ما تصدقوش أي حاجة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي